حول الموضوع ينضم لنا عبر سكايب مباشرة من مدينة بون الألمانية السيد ملهم الملائكة مستشار في المركز الأوروبي لدرسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات السيد ملهم مساء الخير أهلا بك معنا خسائر على الأرض يتكبدها داعش في الموصل خسارة وانهيار في العراق معركة الرقة في تقدم مستمر بنظر إلى طبيعة التنظيم الانتقامية الإرهابية ومشاهدته بعض الدول الأوروبية في الفترة الأخيرة من هجمات إرهابية خطورة العائدين أو الذئاب المنفردة المنتمين لداعش على الدول الأوروبية بالنظر إلى كل ما يعانيه التنظيم خاصة في مناطق الشرق الأوسط الآن نعم شكرا للاستضافة أولا يعني مسألة عودة ما يسمى بين قوسين بإرهابي داعش وما يسمى بعض وصال الإعلام تسميهم بالجاديين في الحقيقة في النهاية إصابات قتلة ترى مموعة عليها عقائدين دعني أن نتحدث عن أين نتحدث من الناس هناك أوروبيون نضم إلى داعش وهم في الغالب يعني مصابين بلوندري دماغ بشكل كامل ويعيشون يوتوبيا غامضة وذهبوا للقتال ومنهم المراهقة ليندا الألمانية التي تسكن بالقرب من مدينة ريزين والتي ألقى القبض عليها قبل أربعة أيام في الموصل هذه الداعشية هي واحدة من أربع ألمانيات تعتقلن قبل يومين في الموصل هناك ثلاثة أخريات وحدة أصولها مغربية وأخرى من الشيشان ورابعة مجهولة الهوية ما مستقبل عودتهن إلى أوروبا المشكلة هنا كبيرة لأن كيف تتعامل أوروبا مع شخصيات لا تملك عليها دلائل هؤلاء المعتقلات والمعتقلين بعنوان إرهابيين ألقي القبض عليهم متلبسين في مناطق سيطرة داعش هذا ما في شك لكن كيف ستقدم أدلة إلى أوروبا تقنع السلطات القضائية بأن هؤلاء منتظمين إلى تنظيمات إرهابية نعم حدثتك يعني ربما حصلت الموضوع في النساء حتى ربما من هؤلاء النساء العائدات ماذا بالنسبة للمقاتلين الذين تلقوا تدريبات إرهابية كبيرة على مستويات عالية ماذا خطورتهم في العودة إلى الدول الأوروبية يعني ليست المسألة فقط مسألة تدريبات إرهابية هؤلاء قتل شاركوا في قتل وتخريب مدن وإسقاط صحيح مناطق بأكملها نحن نتكلم عن هؤلاء وهؤلاء القتل حين يعودون إلى بلدانهم هم يصبحوا قناب الموقوط هذا بالتأكيد لكن كيف يتعامل معهم القانون الأوروبي الذي لا يعمل إلا في ظل الدستور القانون الأوروبي ليس كيف نعم كيف يتعامل معهم نعم هو السؤال هنا إن لن تتوفر أدلة على ارتكابهم جرائم هؤلاء يبرؤوا بشكل كامل يعني وللأسف هذا حقيقة مرة ولكن حين تتوفر معطيات كاملة حقيقية أنهم ارتكبوا جرائم مثلا إذا توفر فيلم لبعض القتل أو توفرت قائمة بأسماء من قتلهم مع اعترافات من قبله يخضع هذا لتحقيق ويحال إلى محكم ويسجنب موجبه يعني هنا القانون يخضر تمام هؤلاء الذين يبرروا أو كما قلت بأنه لا يتتم معاقبتهم في حالة عدم وجود دلائل مدى خطورتهم على الدول الأوروبية مدى خطورة على الدول التي يسهل تنقل فيما بينها خاصة أن الشنغن سهلة خطورة تنفيذ هجمات إرهابية يعني بعودتهم كيف يمكن وثوق بهم من جديد يا سيدتي ألا ترين ما يحدث في كل أوروبا من هجمات يومية في كل المدن الأوروبية ألا ترين انسحاب بريطانيا بموجب البريكسيت من الاتحاد الأوروبي خوفا من تسلل الأرابيين يعني بريطانيا أيضا ضحية لهجمات إرهابية كادة تحدث شهريا تقريبا يعني الخطر قائم الخطر قائم في كل الحالة شكرا لك على هذه المداخلة معنا شكرا جزيلا السيد ملهم الملائكة مستشفة المركز الأوروبي دراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات من بون الألمانيا كنت معنا عبر السكايب شكرا جزيلا شكرا جزيلا